وسط رفض للهيئة الإسلامية أكثر من خمسين بالمئة من الطلاف في ستة أحياء بفيهن مسلمون وده عن طريق الإحصاءات بس اللي أنا ما فهمتوش في الخبر ليه رفض للهيئة الإسلامية اللي هما الأباء اللي بيرفضوا تعليم الدين الإسلامي عن طريق الكوادر اللي بتقدمها الهيئة الإسلامية لأن فيه من كتير من أولئك الأمور بيفضلوا أن هما يتم تعليم الأطفال باللغة الأم وفي المساجد بالنسبة لهم أفضل نعم تعليق حضرتك على الخبر هذا خبر مهم جدا أستاذ ممدوح هذا الخبر عندما طرحناه يعني وسط رفض الهيئة الإسلامية رفض للهيئة الإسلامية أكثر من خمسين بالمئة من الطلاف في ستة أحياء مسلمون اليوم سيدي الكريم تذكر أعتقد فيه خبر الأسبوع الماضي أخدناه أعتقد شبيه بهذا الأمر اليوم طبعا يوجد كثافة واضحة بصراحة للاجئين للمسلمين الموجودين في النمسا في فيينا عفوا يوجد كثافة واضحة في فيينا ولكن الشيء الذي أعتقد نحن استعرضنا من خلاله هذا الخبر هو أن الطلاب المسلمون من خلفية مهاجرة العرب وما إلى ذلك بدأوا يرفضوا منهاج منهاج الهيئة الإسلامية الموضوع في المدارس طبعا أنت من حقك أي أحد اللي بيسمعنا هلا أنت ابنك أنه يحصل على خصة الدين إن كان مسلم مسيحي يهودي أي شيء بيكون يحصل أو يرفضه يرفضه بالضبط بدلا ما بترفضه الأهل شعر بيقوموا عما يقوموا بالتسجيل بمدارس خاصة بمساجد معينة بأي شيء احنا عم نحكي اعتبارا عم نحكي عن مسلمين حادريا بجمعيات معينة لأنه منهاج الهيئة الإسلامية على ما يبدو منهاج هزيل أنا كما قال لي العديد من الخبراء والمطلعون على هذا الأمر قالوا لي أنه منهاج هزيل وغير مقنع وأحيان يكون فيه بصراحة يعني خلينا نقول شيء من الأدلجة الخاصة ضمن يعني خلينا نقول المسلم الليبرالي الحالة يعني الدين الأوروبي الإسلام الأوروبي كما يقال فهذا الحالة يا سيد الكريم تواجه رفض رفض من الأهالي والأهالي ليسوا بأغبياء ومن يتابعون هذه النصوص وهذه الطريقة ليسوا بأغبياء ونحن ندرك استاذ ممدوح أن أن العديد العديد من المتطرفين المتطرفين ما يقال عنهم بدواعش خرجوا من النمسا والذين ولدوا بالنمسا وذهبوا إلى القتال في سوريا وهنا وهناك تحت شعارات واهية وأين درسوا؟ درسوا المدارس النمساوية ودرسوا هذه المناهج لا أقول أن هذه المناهج متطرفة ولكن أقول لأنها هزيلة جدا يذهب الآخرين يذهبون إلى طرف آخر لمحاولة احتضان أو لمحاولة البحث عن خطاب مقنع لهم أكثر يعني هذا الخطاب الهزيل جدا الذي تقدمه الهيئة الإسلامية في المدارس غير كافي لأن يعبي الفراغ المطلوب المطلوب عند الأهالي فيجب على الهيئة الإسلامية إعادة إعادة أو الانتباه لهذا المنهج وطرحه بطريقة مقنعة أكثر حتى ماذا الخيار يا سيد الكريم الدين يعني اختياري فالناس بتحمل حالة وبتمشي فبالتالي أنت يا هيئة إسلامية وغيرك بما فيها أساسة ومديرية التربية والتعليم في النمسا هذا ليس في صالحها لأنه بعض المدارس وبعض المساجد تعلم التطرف تعلم التشدد تعلم مناحج غير تحت الإشراف فشايف سيدي من طرف الخطاب منحل وهزيل الآخر ومن طرف آخر خطاب متشدد أنا لا أقول أن كل المساج متشدد أبدا أبدا لا أقول هذا الكلام بالعكس موظم المساجد والمراكز الدينية الإسلامية وجودة في فيننا معتدلة وتقدم خطاب وتوازن ولكن لا يلغي ولا ينفي هذا أن يوجد بعض المساجد متشددة للغاية وإرهابي 2 نوفمبر 2020 خرج من أحد مشاجد فيننا وعشان كده المفروض يكون فيه الهيكل بتاع الهيئة الإسلامية لازم يكون متمثل في جميع يعني يكون فيه أعضاء مختلفين من الجالية العربية ومن الجالية التركية وكل واضح أن فيه المنهج بيبقى موجه عشان كده الناس وبالخاصة العرب يمكن هم غير مختنعين به نعم نعم طيب ترجمة نانسي قنقر